في إطار الحملة الإعلامية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الخاصة بقطاع المخابز والحلويات لتعريف أصحاب العمل والعاملين في هذا القطاع بحقوقهم نفذت المؤسسة يوما توعويا ميدانيا في قصبة إربيد وتخلل اليوم التوعوي الالتقاء مع أصحاب المخابز ومحال الحلويات والعاملين فيها وتوزيع مادة توعوية بروشور والإجابة على استفساراتهم السلام عليكم بلال الزريقات من إدارة ضمان فيرع إربيد تنظم اليوم المؤسس العام للضمان الاجتماعي حملة توعوية إعلامية للعاملين في المخابز ومحال الحلويات في المملكة الحملة الإعلامية تستمر من الساعة 11 إلى الساعة 1 ظهرا في جميع محافظات المملكة تهدف الحملة الإعلامية إلى توعية العاملين وأصحاب العمل في المخابز ومحال الحلويات بمضلة الضمان الاجتماعي التأمينات التي تقدمها المؤسس العام للضمان الاجتماعي شروط الشمول بأحكام قانون الضمان الاجتماعي سواء كان عاملين أو أصحاب عمل وبرضه منحكي للعاملين التأمينات اللي بتقدمها المؤسسة تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، تأمين إصابات العمل، تأمين التعطل عن العمل، تأمين إصابات العمل ومنحكي لهم شو شروط استحقاق التأمينات سواء كان شيخوخة، سواء كان راتب تقاعد مبكر أو سواء تأمين إصابات العمل والتعطل عن العمل أيضا وزعنا بروشورات لمعظم المخابز في محافظة إربد نحن الآن متواجدين في أحد المخابز في محافظة إربد وزعنا بروشورات على العاملين وكان في تجاوب واضح من العاملين وكان في اهتمام واضح من كافة العاملين في قطاع المخابز ومحل الحلويات بسم الله الرحمن الرحيم سافدين الزعبة مخابز الصنبولة إربد نشكر الضمان الاجتماعي على هذه التوعية اللي أترح إلنا إنه إحنا نكون في الأولوية إنه إحنا نقدم كضابط ارتباط الضمان الاجتماعي أنا بصفة ضابط ارتباط الضمان الاجتماعي بهمنا إنه كل العاملين كلها يكونوا تحت مضال الضمان الاجتماعي بهدف الحماية إلهم من الإصابات العمل من الشيخوخة من كل إشي بالنسبة إلهم للحق إلهم للعمال رسالة الضمان الاجتماعي رسالة عامة وليست خاصة شايف كيف فإحنا بهمنا أن نكون تحت مضلتهم وتحت إدارتهم شايف كيف بحمايتنا لهم كمان وهم بحمولنا كمان نفس الوقت وثمنا العاملون في هذا القطاع الدور الكبير للمؤسسة في مجال التوعية وتعريفهم بحقوقهم لما له من آثار إيجابية ومباشرة على أوضاعهم المعيشية زيد المراجدة الحقيقة الدولية إربد